موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الابتدائي درسنا اليوم يونت 5 لسن 1 اليونت الخامس الدرس الأول أنوان الدرس فود عن الدرينك الطعام والشراب موجودة بصفحة 58 من كتاب الطالب صفحة 56 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمه الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامس الابتدائي كذلك يتم نشر هذا الدروس عبر فيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي تقدرون تقوم من خلال هذا المعرف صفحة 58 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة food and drink الطعام والشراب في أسفلها مكتوب look at the pictures and tick انظر إلى هذه الصور وضع صح the food names you know ضع صح على أسماء الأطعمة اللي تعرفها فهنان التلميذ يوضع صح على أسماء الأطعمة اللي يعرفها مسبقا فمثلا إذا التلميذ يعرف أن هذا التفاح اسمه apples يوضع صح هنا وإذا كان يعرف أن هذه السمكة fish يوضع صح كذلك هنا بعدها يقول لي match the words with the pictures and write the numbers طابق هذه الكلمات مع الصور إذن هذه الكلمات هي أسماء الأطعمة اللي موجودة بالصور طابقها بالصور and write the numbers أكتب رقم الصورة أمام الكلمة المناسبة بهذا النشاط عندي أمرين يجب أن أحفظهن إلى أمر الأول أن ذنك كلمات للحفظ املاء زائدا معاني يجب أن أعرف املاء الكلمة ومعناها لأن وضحنا بدروس سابقة أن ذنك كلمات اللي نحفظهن املاء من الممكن أن تجينا على شكل حروف ناقصة أو حروف مباثرة أو يجيب لي صورة هذه الأطعمة ويطلب من عندي أن نكتبها بعد كذلك تفيدني كمعاني مثل ما رح نجي نوضحه إن شاء الله بالأنشطة القادمة الأمر الآخر هو أن يجب أن أعرف كل طعام من هذه الأطعمة معدود أو غير معدود هذا إن شاء الله رح نجي نوضحه بالدقائق القادمة الآن نوصل الصور بالأسماء المناسبة إلى فمثلاً أولاً ما هذه الآشياء؟ ما هذه الأشياء؟ إنها تفاح أضع رقم الصورة أمام كلمة أفلز ثانياً ما هذه الشيء؟ إنه رزق أضع رقم الصورة أمام هذه الكلمة ثلاثة ما هذا الشيء إنه دجاج فأوصل الصورة بالكلمة المناسبة ثلاثة ما هذه الأشياء إنها كعك أو معجنات ثلاثة ما هذا الشيء إنه حليب ثلاثة ما هذا الشيء إنها سمكة ثلاثة ما هذا الشيء إنها فراولة ثلاثة ما هذا الشيء إنه ماء ثلاثة ما هذا الشيء إنها كرز ثلاثة ما هذا الشيء It's bread أنه خبز Number 11 What is this? It's salad أنها سلطة Number 12 What is this? It's meat أنه لحم هذه الكلمات مثل ما وضحنا نحفظها يملاء معاني بعدها عندي مطلب ثاني يجب أن أحفظه بهذا الدرس وهو معرفة المعدود وغير المعدود من هذه الأطعمة شنو هو المعدود والغير المعدود طبعا أنا قسمتها على شكل جدول يجب أن أعرف أنه مثلا كلمة apples تفاح هذه معدودة و chicken دجاج غير معدودة أول شي خلن نعرف شنو المعدود وشنو الغير معدود ملاحظة يجب التمييز بين أسماء الأكلات والمشروبات المعدودة وغير المعدودة كما موضح أعلى نقصد بالمعدود هو ما يمكن عدة يعني اللي أقدر أحسبه مثلا التفاح أقدر أقول تفاحة تفاحتين ثلاث تفاحات إلى آخره هو ما يمكن عدة يعني ده أقدر أعدل تفاح أقدر أجمعه هذا المعدود لاحظة عزيزي حيث يمكننا نقول تفاحتين أو ثلاث تفاحات إلى آخره أما الغير معدود فهو ما لا يمكن عدة اللي ما نقدر نجمعه مثلا الووتر الماء الماء لا يمكن عدة وكذلك اللحم إلى آخره طبعا أكو بعض الكلمات اللي راح نستغرب أنها غير معدودة مثلا كلمة دجاج هذا باللغة الإنجليزية يعتبر غير معدود ليش؟ لأن هنا الدجاج ديتعامل على أنه أكل وليس الدجاجة الحية اللي تمشي فما نقدر نقول دجاجة أو دجاجتين هنا بهذا الدرس نعتبرها غير معدودة حالها حال الماء فهنانا راح نسويها على شكل جدول نحاول نحفظ ذن الكلمات معدودة وذن الكلمات غير معدودة المعدودة نقدر نعده أو نقدر نجمعه apples تفاح اللحظة أن هنا أستجمع apple تفاحة apples تفاح cookies كعك أو معجنات cookie كعكاية أو معجنا cookies كعك أو معجنات strawberries فراولة cherries كرز هذن اللي نقدر نعدهن أما الغير معدود اللي ما نقدر نعده فهو تشكين، الدجاج، فش، السمك، بريد، الخبز، ميت، اللحم، ملك، الحليب، ووتر، الماء، الصلاة، السلطة، ورايس، الرزق هذه الكلمات نحاول نحفظ منهم المعدود وغير المعدود ما ننتقل من هذا النشاط إلا أني حافظ إملاء ومعاني هذه الكلمات المطلب الأول والمطلب الثاني أعرف الكلمات المعدودة وغير المعدودة بعد، لماذا طلبت من أدنا أن نحفظ المعدود وغير المعدود؟ لأن لدينا موضوع قواعدة جدا مهم، سنشرحها إن شاء الله بالدقائق القالمة هنا عندي نشاط Ask and Answer اسأل وأجب هذا السؤال والجواب أحاول أحفظه محادثة في أنت العميد الثاني التلميذ الأول يسأل يقول Do you like fish? هل تحب السمك؟ في التلميذ الآخر أما يقول Yes, I do أو No, I don't ثم التلميذ الآخر يقول له What about you? ماذا عنك؟ فهما يقول له أما Yes, I do نعم أحبه أو No, I don't لا أحبه هذا النشاط عبارة عن محادثة بين تلاميذ الثاني داخل الصف أو قد الأستاذ يسأل التلاميذ تلميذ تلميذ يقول لهم مثلا Do you like fish? Do you like chicken? Do you like apples؟ إلى آخره فحاول أحفظ إجابة هذا السؤال أما Yes, I do نعم أنا أحب أو No, I don't وكذلك تجييني بسؤال وصل وصل السؤال بالجواب مثلا هنا نكتب لي What's your name? Where are you from? Where do you live? والأجوبة مالتهم I am from Iraq I live in كربلا وهنا نقول لي Do you like fish? مثلا Yes, I do فلازم أعرف أن السؤال Do you like؟ يجاب عننا أما ب Yes, I do أو No, I don't بالنشاط الآخر هنا ستفيدني حفظي للكلمات المعدودة وغير المعدودة مكتوب Listen, Look and Answer استمع, انظر وعجب You are going to have a picnic with three friends سوف تحظى بنزهة مع ثلاثة من أصدقائك Look at the food you have for your picnic انظر إلى الطعام الذي تملكه للرحلة Tell your friends what foods there is for the picnic أخبر زملائك بالطعام اللي موجود عندك للرحلة هنا أنا عندي مجموعة من الملاحظات القواعدية اللي أتبعها على مود أعبر عن وجود أكل معينة بصورة أو بمكان معين شون يعني؟ خلني جي نأخذ الملاحظات أولا للسؤال عن وجود أكلة أو مشروب في مكان معين نستخدم عما Is there أو Are there نلاحظ مثلا Is there any bread؟ هل هناك أي خبز؟ Is there any chicken؟ هل هناك أي دجاج؟ Is there any salat؟ هل هناك أي صلطة؟ Is there any rice؟ هل هناك أي رز؟ مما الشق الثاني فيقول له Are there any apples؟ هل هناك أي تفاح؟ Are there any strawberries؟ هل هناك أي فراولة؟ إلى آخره وكلاهما تعني هل هناك؟ زيانا شو كنت نستخدم الـ Is there وشو كنت نستخدم الـ Are there؟ هو هنانا الموضوع القواعدي اللي يجب أن نعرفه الملاحظة الأولى نستخدم Is there مع أسماء الأكلات والمشروبات ننتبه المفردة أو غير المعدودة شين يعني؟ يعني مثلاً إحنا معرفنا أنه الـ Chicken غير معدود ما يصير أقول Are there any chicken؟ نستخدم مع غير المعدود Is there؟ فصير مثلاً Is there any water in the fridge؟ هل هناك أي ماء في الثلاجة؟ نلاحظ للسؤال عن وجود أكلة أو مشروب في مكان معين نستخدم أما Is there أو Are there؟ Is there مع غير المعدود والمفرد الماء غير معدود فأقول Is there any water؟ هل هناك أي ماء في الثلاجة؟ سألت عن وجود الماء في الثلاجة داع أسأل أقول موجود ماء في الثلاجة؟ مثال آخر Is there any bread؟ هل هناك أي خبز؟ الخبز غير معدود فكذلك استخدمته إياه Is there ما يصير أستخدم Are there؟ إذن انتبه إنه إذا كانت الأكلة أو المشروب غير معدود أو مفرد نستخدم Is there الملاحظة الثانية نستخدم Are there مع أسماء الأكلات والمشروبات الجمع التي تحمل S الجمع يعني شنو؟ يعني معدود وبي S جمع مثلاً أبلز قلنا إنه أبلز التفاح معدود وبي S جمع فما يصير أقول Is there؟ أقول Are there مثلاً Are there any apples؟ هل هناك أي تفاح؟ نلاحظ أن الـ Are there مع أبلز ليش؟ لأن الأبلز جمع مثال آخر Are there any cherries؟ هل هناك أي كرز؟ كذلك نلاحظ أن الـ Cherries جمع استخدمته إياها Are there؟ فإن شاء الله بالدقائق القادمة رح نعرف شوان تجينا بالامتحان وشوان نقدر نجاوبها الآن نحفظ أن Is there مع المفرد أو غير المعدود و Are there مع المعدود اللي يحمل أسل جمع زيان عند الإجابة نسأل حد الآن ذنب السؤال نلاحظ أن كلهم ينتهن بعلامة استفهام هل هناك أي تفاح؟ هل هناك أي كرز؟ هل هناك أي ماء؟ إلى آخره عند الإجابة كذلك نستخدم أما Yes there is أو Yes there are كذلك إذا كانت الأكل مفرد أو غير معدود نقول Yes there is وإذا كانت جمع أقول Yes there are أو No No there isn't كذلك مع المفرد أو الغير المعدود No there aren't مع الجمع فمثلا أرضجاوب على السؤال الأول أقول Is there any water in the fridge؟ هل هناك أي ماء في الثلاجة؟ أما أقول Yes there is أو No there isn't أقول Is there any water؟ Yes there is إذا كانت نعم أو No there isn't كلا لا يوجد نعم يوجد أو كلا لا يوجد Is there any bread؟ هل هناك أي خبز نقول Yes there is أو No there isn't ليش؟ لأن البريد والواتر غير معدود فهنا نلاحظ أنه بالمثال آخر Are there any apples؟ هل هناك أي تفاح؟ ما أقول Is أقول Yes there are أو No there aren't Are there any cherries؟ Yes there are أو No there aren't إذن عرفنا شون نسأل وشلون نجاوب عن الأكلات المعدودة وغير المعدودة إذن لاحظنا أن هذه الملاحظات القواعدية كلها تعتمد اعتماد كلي على حفظي لمعاني الكلمات اللي خذناهن ببداية الدرس وكذلك حفظي للمعدود وغير المعدود من هذه الكلمات زين أستاذ شون تجينا بالامتحان؟ من الممكن أن تجينا بالامتحان بأحدى الصيغة التالية مثلا يقول لي فراغ أي صلات is there no are there فهنا ننتبه أن الصلات معدود لو غير معدود ذكرنا ببداية الدرس أن الصلات غير معدود غير المعدود شاستخدمويا؟ استخدمويا is there فأقول is there any صلات هل هناك أي صلاتة؟ هذا ما يخص المثال الأول المثال آخر فراغ أي أبل is there no are there كذلك أبل جمع معدود وجمع بيس جمع استخدم is there لو are there ذي كأن نستخدم مع جمع are there مثال آخر is there أي صلات؟ هل هناك أي صلاتة؟ هناك السؤال كامل لكن الجواب هو اللي ناقص yes for are شون أكمل الجواب؟ أما yes there is أو yes there are فهنا الصلات غير معدود استخدمويا is فأقول yes there is مثال آخر are there any cherries؟ هل هناك أي كرز؟ no there فراغ isn't lo aren't؟ كذلك بما أن cherries جمع استخدموهم مياه aren't هذا ما يخص الصيغة اللي ممكن تجينا بها بالامتحان ننتقل إلى كتاب النشاط listen to the food names استمع إلى أسماء الأكلات write them in the correct list اكتبها ب الحقل المناسب هنا منطيني ثلاث حقول one syllable مقطع صوتي واحد two syllables مقطعان صوتيان three syllables ثلاث مقاطع صوتية ذكرنا بدوره سابقة شنون نحسب المقاطع الصوتية حسب طريقة مثلاً الصفقة أنطق الكلمة وأصفق أثناء نطق الكلمة فمثلاً كلمة bread bread أصفق وياها صفقة واحدة الكلمة الأخرى apples أصفق وياها صفقتين إذن هي من مقطعين صوتيات والكلمة الثالثة oranges ثلاث مقاطع صوتية لأنصف وقت وياها ثلاث صفقات كذلك مع بقية الكلمات مثلاً كلمة chicken كم مقطع صوتي؟ أكيد مقطعين صوتيات فأخليها بالحقل الثاني والكلمة الثانية cookies أثنين من المقاطع الصوتية كلمة الثالثة fish مقطع صوتي واحد الكلمة الرابعة meat مقطع صوتي واحد الكلمة الأخرى rice مقطع صوتي واحد الكلمة الأخرى salad مقطعين صوتيات الكلمة الأخرى soup مقطع صوتي واحد الكلمة الأخرى strawberries ثلاث مقاطع صوتية أما الكلمة الأخيرة مقطعين صوتيات هذا ما يخص هذا النشاط مجرد أريد أن أراجع موضوع المقاطع الصوتية كل كلمة شون أحسب مقاطع الصوتية الخاصة بها من خلال الطريقة التي استخدمناها أو دروس سابقة منتقل إلى تمرين الآخر أكمل هذا المخطط عن الأطعمة استخدم هذه الكلمات ننطيني مجموعة من الأكلات كذلك يريد دربني على إملاء هذه الكلمات مثل ما وضحنا بداية الدرس أن أسماء الأكلات الأطعمة والمشروبات يجب أن أحفظها كإملاء وكمعاني بهذا التمرين أحاول يدربني على إملاء هذه الكلمات فمثلا نمبر وان الصورة الأولى أروح على نمبر وان بالمخطط أشوف كم حرف هذه الكلمة واحد ثنيا ثلاثة أربعة خمسة يجب أن تكون متكونة من خمس أحرف هذه الكلمة ما هذا الشيء إنه ماء فأكتب بووتر بهذا الحقل ليشلن رقم واحد والصورة كذلك رقم واحد نمبر ثو ما هذا إنه رزق فأكتبها بالحقل المناسب لها ريس تكتب بهذه الطريقة نمبر ثري ما هذا إنه سمك أكتبها بحقل السمك نمبر فور what are these they are cherries إنها كرس فأكتبها بالحقل المناسب لها بهذا الحقل cherries نمبر فايف what is this it's chicken أكتبها بالحقل المناسب لها chicken تكتب بهذه الطريقة نمبر سيكس what are these they are strawberries إنها فراولة أكتبها بالحقل المناسب لها اللحظوا إنه طالعة من عدها ثلاثة أحرف أكملهم strawberries بعد نمبر سيفن what is this it's bread إنه خبز أكتبه بالحقل المناسب لها اللي هو حق الرقم السبعة هذا هو الحق الرقم السبعة bread نمبر ايت what is this it's soup إنه حساء أكتبه بالحقل المناسب لها نمبر نين what is this it's meat إنه لحم أكتبه بالحقل المناسب لها نمبر تن what are these they are apples إنه تفاح فأكتبه بالحقل المناسب لها نمبر إلافن what is this it's salad إنها سلطة أكتبه بالحقل المناسب لها وكمل عندي المخطط اللي طلب من عندي إنه يكتب إملاء كلماته هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يدربني على إملاء كلمات الأكلات اللي أخذناهنا بداية الدرس وقلنا يجب أن نحفظهن كإملاء ومعاني أما تمرين look at the class survey انظر إلى إحصائية الصف and complete the sentences وكمل الجمل التالية هنا أنا منطين إحصائية لمجموعة من الطلاب كلهم سئلوهم قلوهم what is your favorite food ما هو طعامكم المفضل فكل تلميذ أنطى رأيه وطلعتنا هذه الإحصائية مثلا 11 تلميذ قالوا ونحب الميتس اللحم 9 تلميذ قالوا ونحب الفيش السمك 7 تلميذ قالوا ونحب الكوكيز 5 تلميذ قالوا ونحب الشيريز ثلاثة تلميذ قالوا ونحب الدجاج واثنين تلميذ قالوا ونحب الصلاط الصلاطة بعد يقول لك انظر إلى هذه الإحصائية وكمل لدينا الجمل مثلا number one in the survey في الإحصائية we asked all the pupils in the class D what is فراغ في الإحصائية سألنا جميع تلميذ الصف شعبة ال D what is ما هو فراغ شنو تكملت السؤال إذا أردأسأل شخص عن طعام المفضل شا قل له أقول له what is your favorite food ما هو طعامك المفضل number two nine pupils like تسع تلاميذ يحبون فراغ خنشوف التسع تلاميذ شي يحبون يحبون السمك فأقول nine pupils like fish تسع تلاميذ يحبون السمك number three the فراغ food is meat اللحم هو الطعام الفراغ خنش نشوف بالإحصائية اللحم شي يمثل هذا اللحم نلاحظ أنه أكثر أكلة يحبوها التلاميذ هي اللحم فأقول the favorite food is meat الطعام المفضل للصف هو اللحم favorite مفضل number four فراغ pupils favorite food is cookies المعجنات هو الطعام المفضل لفراغ من التلاميذ كم تلاميذ يحبون الكوكيز خنش نشوف الكوكيز هو العلامة الغامقة اللي هو سبع تلاميذ يحبون الكوكيز فأقول seven pupils favorite food is cookies سبعة من التلاميذ طعامهم مفضل هو المعجنات أو الكعك number five خامسا the other foods that pupils like are فراغ فراغ أطعمة أخرى يحبوها التلاميذ هي فراغ وفراغ شن الأطعمة الثانية اللي يحبوها تلاميذ أكتب اثنين من الأطعمة مثلا cherries و chicken number six only two pupils like فراغ best فقط اثنين من التلاميذ يحبون فراغ اثنين تلاميذ شي يحبون يحبون الصلطة فأقول سلط number seven there are فراغ pupils in the class هناك فراغ تلاميذ في أصف كم عدد التلاميذ إذا نحسب ذن الأرقام كلهم يطلع عند الرقم 37 تلميذ داعش يحبون اللحم 9 يحبون السمك وهكذا أحسبهم يطلعون 37 تلميذ هذا ما يخص هذا النشاط هذا مجرد نشاط لكسر الروتين داخل الصف من خلاله التلميذ ينظرون إلى الإحصائية ويكملون الفراغات اللي منطينياهن من خلال هذه الجمل ننتقل إلى تمرين ask and answer questions اسأل وأجب عن الأسئلة with a partner مع زميلك هنا من خلال الصور تلاميذ اثنين تلميذ يسأل وتلميذ يجاوب أو قد الأستاذ يسأل والتلاميذ يجاوبون شنو السؤال اللي راح يصل له مثلا يسألهم يقولهم Is there any fish هل هناك أي سمك من خلال الصور التلاميذ يباعون للصور ويجاوبون إذا موجود يقول له yes there is لأنها غير معدود نقول yes there is وإذا ما موجود يقولون no there isn't يسأل سؤال ثاني مثلا يقولهم are there any apples هل هناك أي تفا إذا موجود نعم موجود يقول له yes there are لأنها جمع وإذا ما موجود يقولون no there aren't يسأل سؤال آخر يقولهم مثلا is there any soup هل هناك أي حساء فيجابوا إذا كان موجود يقول له yes there is لأنها غير معدود هذا هو الحساء وإذا ما موجود يقول له no there isn't مثل الملاحظات اللي أخذناهن بداية الدرس مع غير المعدود يجابون أما yes there is أو no there isn't ومع الجمع يجابون أما yes there are أو no there aren't وكذلك الأستاذ يستخدم is there أو are there للسؤال عن هذه الصور هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بي مجموعة من الأكلات والمشروبات وقلنا هذه الأكلات والمشروبات يجب أن أحفظها ملاق ومعاني لأننا ممكن أن يجب بالامتحان على شكل حروف ناقصة عرف مباثرة أو يجب لصورة الأكلة ويطلب من عندي أن نكتب إملاءها كذلك يجب أن نميز بين الأكلات التي تعتبر معدودة والأكلات التي تعتبر غير معدودة قسمناها على شكل جدول وقلنا يجب أن أعرف كل واحدة معناها وهل هي معدودة أو غير معدودة لأن راح تفيدني بالموضوع القواعد المتعلق بـ is there و are there الـ is there نستخدمها مع الغير معدود والـ are there نستخدمها مع المعدود الجمع وللجواب عنها نستخدم yes there is أو no there isn't مع غير المعدود أو yes there are أو no there aren't مع المعدود الجمع ختاما شكرا لمتابعتكم من الفيديو أي سؤال أو سفسارة أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون ويا على حسابات الموجودة معكم على الشاشة